وزارة الصحة المصرية أعلنت عن مبادرة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم خدمات مراكز الرعاية الأولية واللي بتضم مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية كمان بتقدم خدمتها لحوالي 80 مليون مواطن خلونا نعرف تفاصيل أكتر الخاصة بالمبادرة من الدكتور حسين عمد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة صباح الخير على حضرتك من ورنة صباح الخير يا فنط يعني في البداية حابين حضرتك تكلمنا عن المبادرة والتطوير والدعم اللي حصل لمراكز الرعاية الأولية خليني قبل ما أتكلم عن المبادرة عشان الناس فس تدرك أهمية ما تقوم به الدولة المصرية في تطوير منظومة الصحة خليني أقولها هيك إنه ماذا كان يحدث قبل 2014 قبل 2014 إحنا عندنا تحوالة ثقافتنا إنه اللي بيعي بيروح مستشفى وبقى كل طفل وكل أهل طفل عايزين يعالجوا ابنهم فبوريش بقطع النظر بقى هو عنده لا قدر الله عيب خلقي في القلب ولا عنده جفاف وإسهال أي حد بيعي عايزة أروح أبوريش وبعدين وقبل كده كمان لما مراكز الرعاية الصحية ووحدات طب الأسرة تحولت فقط إلى دورها في حياة المصريين إنها تدي التطعيمات وتدي شهادات الميلاد ومكاتب الصحة بتدي شهادات الوفيات والناس ما وجدتش فيها خدمة صحية حقيقية لجأت الناس إلى المستوصفات اللي هي وشوفنا بقى مستوصفات كثيرة تقدم خدمات لا يمكن وصف خدماتها دي بأي نوع من أنواع الجود ودخلنا يمكن كان فيه لغة وما زال على قصة الناس تاخد حقا في الصيدليات ولا ما تاخدش حقا في الصيدليات واللي كان مقتدر شوية كان بيروح العيادات الخاصة وبينفق من جيبه دي الناس حلت مشكلتها الصحية بهذا الشكل بعد 2014 الدولة وسيد الرئيس قرر أن تكون الصحة والتعليم على رأس الأولويات وأنه الدولة لازم تقوم بدورها وبالتالي المنظومة الصحية في العالم والدول المتقدمة صحيا قائمين على تقديم الخدمة وفق مستويات ويمكن واحدة من ضمن التساؤلات اللي الناس تساءلتها في ظل أزمة كورونا ليه كثير من الأنظمة الصحية القوية انهارت الحقيقة انهارت لأنها اضطرت أنها تشتغل بشكل مختلف إذ فجأة كل الناس اللي عندهم كورونا قرروا يروحوا مستشفيات ولازم يروحوا مستشفيات وبالتالي المستشفى بقت بتتحمل هي مش معمولة عشان تشوف كل المواطنين لأنهاردة من كل 100 واحد بيعية في متوسط 10-15 هو ده اللي محتاجة يتعالج في المستشفى إنما الباقي بتلقى الخدمة في مكان آخر ومن هنا كانت مبادرة السيد الرئيس لإعادة الأمور إلى نصابها وتدخل الدولة بشكل واضح في تحسين الصحة العامة للمصريين من خلال تحويل مراكز صحة الأسرة الوحدات الصحية إلى أماكن تقديم خدمة صحية حقيقية من خلال إيه؟ بنبدأ بـ 251 واحدة على مستوى الجمهورية في 21 محافظة ولي 21 محافظة عشان إحنا عندنا 6 محافظات دخل فيهم التأمين الصحي الشامل اللي هو مبني على هذا الفكر بينتهي المرحلة الأولى ده كمرحلة أولى بتنتهي في شهر 26-23 27-23 المرحلة التانية بـ 1004 في 27-23 آسف في ديسمبر 20-23 أو يناير 24 هنبدأ المرحلة الأخيرة بتطوير بقية الوحدات إحنا عندنا 5,426 واحدة وبركة صحية على مستوى جمهورية مصر العربية هنكمل الـ 4,000 الباقيين هنعمل إيه؟ أو ما هي خطوات التطوير؟ نتكلم على تطوير بنية تحتية وإنشاءات وتجهيزات وده حاصل فعليا منذ فترة منذ أن أطلق السيد الرئيس مبادرة حياة كريمة وتطوير الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على المستوى الإنشائي والتجهيزي وفي نفس الوقت أنا كمريض لما أروح أكشف في الوحدة الصحية عشان ابني عنده إسهال احتاجي تحجز في مستشفى المفروض أبقى مطمن أن الوحدة الصحية دي هتحولني للمستشفى القريب عشان أتلقى الخدمة اللي هي أعلى من مستوى أنا أتلقاها في الوحدة الصحية يبقى لازم بقى فيه ربط إلكتروني وما يكان عشان يبقى فيه عندي ملف مرضي وفيه تحويل وارتباط ما بين المستشفى وده المستوى التطويري التاني المستوى الثالث هو رفع كفاءة المقدم الخدمة لازم يبقى عندي مقدم خدمة على مستوى أقدر أبقى أنا مطمئن إن أنا لما هروح له هجد خدمة ذات جودة وذات رعاية يبقى ده المستوى التاني الخدمات اللي موجودة حاليا هي تحسين مستوى الخدمات اللي موجودة حاليا والتوسع فيها وتطويرها ذي إيه؟ هقول ده بعد لما نتكلم على الجزء التاني اللي كان غالبا ما يؤدي إلى الفشل وهو تحفيز العاملية أنا أنا بس يعني ده ما بيقوله الوقاية خيرهم من العلاج هل مراكز الخدمة دي بتعتمد على هذا الأمر؟ إن أنا أسبق حالك قلت أول جملة إن أنت في البداية أنت كنت بتروح لما تكون تعية لما أنا عيان بروح أنا النهاردة إزاي؟ يعني مبادرات الخاصة من سداد الرئوي بمئة مليون صحة بالخدمات المقدمة للأم فيها أثناء فترة الحمل مراكز طب الأسرة الكلام ده بيشتغل إزاي على خصة الوقاية؟ طيب أكمل جزء تحفيز العاملين من الناحية المادية والمعنوية العاملين وبعد كده هيجي الكلام اللي حياتك وهو الفارق المهم جدا ما بين الدولة المصرية قبل 2014 2014 وبعد 2014 إحنا النهاردة الدولة بتتكامل لتحقيق منظومة الصحة العامل وبالتالي لو إحنا تكلمنا على المبادرات الرئاسية زي ما حيك بتقول كده هي مش بس مبادرات مرتبطة بتقديم الخدمات العلاجية للمريض لا إحنا النهاردة وزارة الصحة هي وزارة صحة مش وزارة مرضى وبالتالي لازم تبقى حريصة على صحة المصريين اللي واحد جزء بسيط منها هو تقديم الخدمة العلاجية للمريض لكن في جزء كبير قوي وهو إني أحرص على الناس ما تعيش عشان كده كانت المبادرات الرئاسية المرتبطة بالكشف المبكر عن بعف السماء الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة في الأطفال الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية الكشف المبكر كل ده من باب الكشف المبكر طب هناك مبادرة رئاسية تم إطلاقها وهي مبادرة الصحة كيف تحيا حياة صحيحة ده ما حقيقة تقول كده درهم وقايا خير من التمطار علاج ده مش بس كده ده مش بس على مستوى الصحة ده كمان على مستوى الإنفاق إنه كل جنيه بنصرفه عشان نوعي الناس يساوي عشرين جنيه هنصرفه عشان نعالج الناس وبالتالي لو أنا وعيت بالأكل الصحي ومن هنا كانت الاستراتيجية ولأول مرة مصر تطلق الاستراتيجية القومية للتغذية عشان الناس تاكل صح بمكونات صح وفيش أي ارتباط بالأكل الصحي وبالتغذية الصح ويمكن برضو كان هناك مبادرة مهمة جدا أصل الصحة مش بس صحة البدن الصحة هي صحة البدن والنفس والروح والبيئة ومن هنا كان المؤتمر المناخ ومن هنا كانت إطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بالصحة النفسية ومن هنا كانت عيادات المرأة الآمنة اللي موجودة في وحدات رعاية الأسرة التعرض للتنمر والتعرض للعنف البدني ومن هنا كانت إعيادات الخاصة بالشباب والمراهقين للتوعية بالصحة النفسية فالحقيقة المبادرات تمثل منظومة صحية متكملة تتعامل مع وقاية كشف مبكر تشخيص علاج والإنسان كجسد وروح ونفس وبيئة والوان هيلث المبادرة اللي اطلقتها الدولة المصرية في مؤتمر المناخ الكوب 27 وهو الصحة الواحدة صحة الإنسان صحة البيئة صحة الحيوان طيب يعني الوحدات دي فيها أي يعني حابين حركتوا أقول بقى نوعية التطوير اللي حصل في هذه الوحدات بالإضافة للإنشاءات نحن نتكلم على تطوير من حيث الكام والكيف الكيف تحسين جودة الخدمات المقدمة ثم تطبيق كل المبادرات الرئاسية بداية من صحة الأم والجنين الكشف المبكر عن السمع العيادات المراهقين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومشي التنظيم على قد ما هو ربط الحقيقي ما بين صحة المرأة وصحة الطفل بالسن المناسب للإنجاب الفترات البينية المناسبة بين الطفل والطفل التوعية بالصحة العامة للأسرة من خلال ده بالإضافة إلى أنه هيبقى فيه كمان عيادات متخصصة النهاردة الوحدة الصحية بتشتغل من ساعة 9 لحد ساعة 2 ده المفروض وغالبا ما بيبقى قبل من كده لكن لو إحنا شغلنا وده جزء من المبادرة التطوير إنها تشتغل من 2 ل 6 في عيادات متخصصة أنا إيه أكدر الأمراض شيوعا؟ أنا بحتاج إيه في الحياة اليومية بشكل شائع عيادات أطفال عيادات أمراض بطمة عيادات جلدية عيادات أمراض النساء والولادة فهتشتغل هذه المراكز في الفترة من 2 ل 6 في هذه العيادات التخصصية وفي كل مجموعة من المراكز هيبقى فيه مركز هيكمل من 6 ل 8 صبح تاني يوم للأمراض للطوارئ المتوسطة والخفيفة أنا عندي مغص بالليل مش لازم أروح الطوارئ في المستشفى أقدر أروح في الوحدة الصحية اللي فيها خدمة الطوارئ وبالتالي أنا بطور كماً وكيفاً في نوعية الخدمة المقدمة مش بس كده أنا المجتمع عندي فيه ناس من دول الاحتياجات الخاصة فيه كبار السن أي يبقى فيه زيارات منزلية لدول الاحتياجات الخاصة ولكبار السن وبالتالي أنا بخلق منظومة صحية منظمة تنظمها الدولة وتديرها الدولة من خلال دراعها وزارة الصحة المصرية بدل من الناس زي ما بقيت لك كده لجأت فيه زمان قوي لمستوصفات اللي تحت السلم واللي فوق السلم واللي ما فيش فيها أي معايير صحية ونتج عنها البعض الصحة العامة للمصرية طب خدمات الرعاية الأولية إزاي هتبقى خطوة استباقية لمشروع تأمين الصحي الشامل يعني لم يجي مشروع تأمين الصحي الشامل هل هتظل خدمات الرعاية الأولية موجودة ولا هتنضوي تحتها جزء من منظومة التأمين الصحي الشامل لأنه الناس اللي عايشة في بورسعيد دلوقتي عارفة أنه التأمين الصحي الشامل بيبدأ من خلال وحدة الرعاية الأولية من خلال طبيب الأسرة وبالتالي أنا مش محتاج وده بناء على توييه سيد الرئيس مش محتاج أستنى وفق الجدول الزمني اللي كان 15 سنة وسيد الرئيس الليله لعشر سنوات عشان بسط مضلة التأمين الصحي على كل جمهورية مصر العربية في 27 محافظة لا ده وأنا بدخل بشكل رسمي محافظات في التأمين زي الستة شغال بالتوازي في المحافظات الأخرى اللي لسا هتيجي عشان تبقى مؤهلة من حيث الكوادر والتجهيز من حيث الكوادر الطبية العاملة فيها من حيث المنظومة الصحية اللي شغالها من حيث التوعية والوعي لأنه في النهاية أنا عايز المبادرة الرئاسية الكبرى وهي حياة كريمة لكل المواطنين ولا شك أنه أعلى درجات الحياة الكريمة هي الحياة الكريمة الصحية طيب لو بنتكلم عن تنظيم الأسرة بقى بالتحديد هل بيبقى فيه هناك أي نوع من أنواع التوعية يمكن اللي بيقدموها للمواطنين بالذات طبعا في المحافظات اللي يمكن محتاجين نزود لها الوعي شوية عن أهمية تنظيم الأسرة لدى السيدات هو ده جزء أساسي من مفهوم الصحة الإنجابية أنا النهاردة مش بنتكلم على تنظيم الأسرة فقط من ناحية الدخل والفلوس والإنفاق نحن بنتكلم على تأثير الزواج المبكر على صحة المرأة الحمل المبكر على صحة المرأة الولادة القيصرية على صحة المرأة وتأثير ده مش بس على صحة المرأة كمان على صحة الجنين وبالتالي هناك متخصصون وده اللي نحن بنتكلمنا عليه في متقلة رفع كفاءة وقدرات العاملين في الوحدات الصحية متخصصون في الصحة الإنجابية إمتى السن المناسب للجوازة؟ سن المناسب من ناحية الصحية؟ إمتى السن المناسب للحمل من الناحية الصحية؟ ومناسب لا أعني بيه بس الأم ده الأم والطفل إيه الفترة البينية اللي بين الأطفال والأطفال؟ ده أنا عايز أقول مثل إحنا كمصريين عارفين بيقولك هم الأولاد دي مالهم كده بيتخانقهم هم مولودين في أقراس بعض ولا لا؟ فكان المصريين من زمان أدركوا أنه فيه خلل سلوكي بيحصل للأطفال لما يتولدوا ريبين من بعض العلمي بيقول بقى أنه فيه احتمال ارتفاع الإصابة بالتوحد بسبب هذا التقارب الأفضل كم سنة ما بين كل طفل يعني فالألف يوم الذهبية اللي هي الفترة اللي لا تقل عن ثلاث إلى أربع سنوات عشان يبقى فيه رضاعة كاملة اهتمام كامل قدرة الأم نفسها على أن تحمل مرة أخرى فإحنا بنتكلم من ثلاث لأربع سنوات على الأقل طب الخدمات النفسية اللي بتقدمها مراكز الرعاية الأولية تبقى متخمثلة في إيه؟ وزاي بتفيد كل المصريين؟ كل القطاعات من المصريين؟ يعني مما لا شك فيه أن كل مرحلة عمرية مرتبطة بسلوك نفسي يحتاج إلى أن يتم ضبطه وتوعيته من أول المراهقين ودي مرحلة كل الأبهات والأمهات عانوا منها وكلنا بتكلم على سن المراهقة والاضطرابات النفسية دخل علينا كمان في الفترة الحالية أو في الفترات السابقة نتيجة لتطور التكنولوجيا والأنترنت والتعامل مع الألعاب والتعامل مع العنف اللي موجود من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الألعاب والفيديو جيمز ما يحتاج منه إلى كمان توعية للمراهقين توعية للأم والأب توعية للأسرة بكيفية التعامل مع إدمان الانترنت على سبيل المثال وما ينتج عنه من عزلة وتأخر وأثر صحية وضرر واضح جدا على الأطفال على المراهقين دي مرحلة مهمة ما يحدث من علاقات غير سوية ما بين الرجل والمرأة من ناحية العنف والتنمر التنمر اللي بنشوفه في المدارس كل ده محتاج أن يتم شرحه وعلاجه والتعامل معاه من خلال متخصصين في الصحة النفسية السن الكبير والكهولة والمسنين محتاجين إلى تعامل نفسي بشكل مختلف إذا كناش نعلمهم ده بشكل واضح وبشكل مبني على أدلة علمية كل ده بيتم من خلال الوحدات الرعاية الصحية أو سوف يتم من خلال تطوير وحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة اللي موجودة إحنا عندنا بقول حقيقة أكتر من 5,426 وحدة مومدين في كل في 27 محافظة نبنتكلم على 6 شغالين مع التأمين الصحي 6 محافظات أعني وفي 21 محافظة سوف نبدأ بهم بالمبادرة السيد الرئيس لتطوير الوحدات لحد شهر 6 جاي إن شاء الله عشرين ثلاثة وعشرين هنكون انتهينا من تطوير 251 وحدة ومن سبعة هنكمل ألف واربعة وحدة بعد هل الوحدات فيها كشف مبكر يمكن عن فيروس سي والأمراض الغير سي من مبادرة السيد الرئيس لجعل مصر الخالية من فيروس سي إنه إحنا لم ينتهي الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية الأنيميا التقدم السمنة السكر الضغط كل دي هي مبادرة مستدامة ومستمرة بدأت في 2018 كمبادرة لكنها الحقيقة بدأت من منذ تولي الرئيس في 2014 لما دعم بشكل كبير إن إحنا نحصل على السوفالدي بواحد في المية من ثمنه ثم دعم بعد ذلك تصنيع السوفالدي كصناعة محلية ولولا ذلك لم نكن نتمكن من تقديم العلاج لأكثر من 2.5-3 مليون مواطن من المصابين وفحص ما يديد عن 65 مليون مواطن صحيح على أي حال إحنا بنقول لكل المواطنين اللي يعني بينتظروا مشروع التأمين الصحي الشامل إنه عندنا حاجة اسمها مركز الرئيس الأولية اسألوا عليها احجزوا فيها اذهبوا إليها بتشتغل على مدار ساعات اليوم فيها عدد كبير من العادات اللي تم حضراتكم تكلفها بتتحملها الدولة سواء في الكشف أو في العلاج أو حتى في إجراء العمليات بتبقى رسوم بسيطة بتعتبر بذرة أولية أو لابنة في إطار مشروع الحلم الكبير اللي هو مشروع التأمين الصحي الشامل اللي بدأ بالفعل في محافظة بورصعيد وسينتقل تباعاً لغاية عشرين تلاتين إلى العاصمة القاهرة كلمنا عن هذه المركزة دكتور حسام عبدالغفار المتحدد بس مزارة صحر النورة النهاردة في السوديو سبعة خير مصر شكراً جزيلاً لك دكتور نورتاني نورتاني دكتور نشكرك